عن بيرامدز وإزاي منافس قوي للنادي الآلي والآلي بيرحب بأي منافسة قوية محترمة شريفة في إطار البطولة وإطار كل العدالة المطلوبة للكل فجأة ظهرت قضية على السطح تبدو قضية عادلة جدا وقوية ومهمة انظرات توفيق أصل حكاية إيه أحمد توفيق يا جماعة لاعب فريق بيرامدز عنده تلات انظارات أو أخذ تلات انظارات القصة إزاي كتير من الأهلوية النشطاء على السوشيال ميديا عملوا سيرش يشكروا عليه جدا في الدورة وجابوا اللقطات اللي أخذ فيها اللعب الانظار وكان واضح جدا أنه في كل مرة بياخد انظار الانظار موجه ليه هو بما لا يحتمل أن الحكم يغلط أو أن المخرج التلفزيوني أو المعلق يكون اختلط عليه الأمر كان في كل مرة يبدو الانظار فيها واضح لحمة توفيق أول انظار للعب كان يوم 8 أكتوبر 2023 في مباراة أمبي كانت في الأسبوع الثالث للدوري لو اللقطة أو الصورة واضحة ياريت الناس تشوفها أول انظار للعب يوم 8 أكتوبر 2023 في مباراة أمبي في الأسبوع الثالث بدري بدري كده عنده انظار الانظار الثاني كان في 3 نوفمبر 2023 قدام سيراميكا في الأسبوع الثالث واضح أن الصورة مش جاهزة الأسبوع الثالث انظار الأسبوع الثالث انظار طيب الحقيقة المفروض اللعب ياخد انظار جاء خدمة طلاع الجيش يوم 5 إبريل 20-24 يعني أقول التوريخ الثاني جدا عشان يوم 8 أكتوبر يوم 3 نوفمبر يعني على طول بعدها بأقل من شهر قد انظارين ثم قدام طلاع الجيش يوم 5 إبريل دول ثلاث انظارات في الدوري وراء بعض ثم لعب مباراة الجونة بعد طلاع الجيش إزاي يعني للأسف يعني إعداد ما جهزش الصور بتاعة الانظارات لحظة حصول اللعب على انظار في كل واقع منهم فخلينا نفتكرهم مع بعض جونة كان يوم إيه بقى جونة بعد كده بعد طلاع الجيش مش مشكلة اليوم بكم يوم عشان بأي يوم بس المهم إيه إنك إنت لعبت مطش الجونة بعد طلاع الجيش اللي خدت فيه الانظار الثالث في الدوري هنا كان المفروض فيه مخالفة على مشاركته في مباراة الجونة لأنه قبلها في مباراة الجيش خد الانظار الثالث خد الانظار الثالث له في الدوري كلام سليم؟ سليم جداً الانظار ما تطلعش الحد غير لحمة توفيه ما تسجلش الحد إلا لحمة توفيه إزاي لعب مطش الجونة وبرمت زفازة على الجونة وما تعقبش وشارك أحمد توفيه معاه لغاية هنا المجهود اللي بازلوا عدد من الإخوة النشاطاء على السوشيال ميديا في مواقع وفي قنوات يوتيوب جهد مشكور جداً واستجلاء لحقيقة واضحة جداً بس الحقيقة بالبحث والتحري ثبت أنه فيه نقطة مفقودة في الوسط محدش خد باله منها مطشات كاس الرابطة مطشات كاس الرابطة مرتبطة بالدوري فاللي حصل أنه أحمد توفيه بعد ما خد الإنذار الثاني في الدوري قدام سيروميكا يوم 3 نوفمبر 3-11 خد إنذار ثالث في مباراة زد في كاس الرابطة يوم 23 يناير عشان كده بسأل على التاريخ يوم 23 يناير فبالتالي إنذارات الرابطة كاس الرابطة مرتبطة بإنذارات الدوري ده قانوني حنشوفه قانوني ولا مش قانوني فتوقف المباراة التالية في كاس الرابط في الربط فدخل على الدوري زيرو زيرو تم إيقافه فعلاً في مباراة المصري في كاس الرابطة يوم كام؟ أول فبراير عشرين أربعة وعشرين يبقى خد الإنذار التالت في مباراة زد يوم 23 يناير فتوقف في مباراة المصري في كاس الرابطة برضه بسأل رابطة يوم أول فبراير أربعة وعشرين دخل على الجيش خمسة إبريل خد الإنذار فكان إنذار أول بالنسباله هنا يبدو حل اللغز ده طيب هل ربط إنذارات الدوري بكاس الرابطة ده قانوني ولا افتكاسة ده قانوني المادة ستة وعشرين أو خمسة وثلاثين عفواً أخيراً ظهرت المادة على الشاشة هي تستقل حالات الإنذارات والطرد التي توقع في مسابقتين الدوري العام وكاس الرابطة كمسابقة منفصلة عن مسابقتين كاس مصر وكاس السوبر إلا في حالة العقوبات الانضباطية والتطبق هذه المادة اعتباراً من بداية موسم تلاتة عشر أربعة وعشرين يعني حالات الإنذارات والطرد اللي بتوقع في الدوري وكاس الرابطة لأن الاتنين بتنظمهم رابطة الأندية المسابقتين دول خاصين بربطة الأندية فبتحكمهم لايحة واحدة هي نفس هذه اللائحة وده منفصلين عن البطولتين اللي بينظمهم الاتحاد كاس مصر وكاس السوبر فبالتالي أنا كان سبب سؤالي وده إن في الناس هتستغرب من نوفمبر لإبريل لإنظار التالي لأن كاس الرابطة عشان كده كنت بقولك ليه عشان كان تمهيداً لأن أنا الأحداث في زيني بس أنت كنت مرتبة عشان ناس تفهم من الكاس الرابطة اللي جيه في النص ها طبقت في حالة الإنظار الثالث ووقعت العقوبة فدخل على الدوري من جديد بالإنظار الأول بتاع طلاع الجيش فالموقف سليم طيب بصوا يا جماعة الفكرة كلها لأنه الناس وده شيء كويس على فكرة في إطار البحث والتنقيب بيبقى فيه رقابة ويبقى لما تمسك واقع زي كده لما ما تخدش بالك من الحتة بتاعة كاس الرابطة يبقى الاتهام واضح وصريح الاتهام بيوصل لمرحلة أو لمستوى هو الأهل ليه ساكت على الحق ما انت عندك أهو أو شوفوا شغلوك أو شوفوا شغلوك أو إزاي ما احنا طلعناها هي والناس مش شايفة شغلها وتلاقي كلام أحيانا في بعض التحوال بعض التجاوزات لكن ما علينا أكيد الرغبة هي فيه إنك انت بتدور للأهل على حق انت خايف على إنه الآخرين يهدروه ممكن ده برضو في إطار عدم ثقة وليها أسبابها لكن زي ما بقول لكم المسألة أنا حوريكو دلوقتي نموذج للإختار ده أهم نقطة عايزك تشرحها صح هل يمكن والسؤال هنا عشان تف الناس سيفة ما تحتشرح إيه هل يمكن العبس في في الإنذارات في الإنذارات والورع يتغير ممكن يشرح بقى لا يمكن بص يا جماعة ده اختار المباراة دي على فكرة كانت مباراة الأهلي ومين والحاكم مبراهيم نور الدين وهو لا بيرمد وطلع الجيش بيرمد بيرمد وطلع الجيش طيب بيرمد وطلع الجيش الحمد لله على سلام يا ديك طيب اللي بيحصل ده إيه يا جماعة حكم المباراة بعد المباراة ما بتخلص بيكتب اختار المباراة الاختار ده فيه الحقائق بتاعة الماتش اللي انتوا شايفين المباراة لعبت امتى وتاريخها فين والملعبها ايه النتيجة كام تحت الانذارات والطرد أسباب الانذارات سلوك غير رياضي مثلا والأسماء بكل لعب خد الانذار في وقت ايه ده ليه هو بيروح عامل ده يا جماعة خمس نسخ من هذا الاختار مثلا الاهل وبرامدز بكرة الحاكم هيعمل اختار بكل هذه الحقائق يروح له الإدارة بتاع النادي الاهلي يستلم ويمضي على نسخة يروح له إدارة بيرامدز يستلم ويمضي على نسخة نسخة بتروح لجنة الحكام نسخة بتروح إدارة المسابقات ونسخة بيحتفظ بها الحاكم دول الخمس نسخ من الاختار عشان كده لما بقول لحد العبث في الانذارات أمر عمليا مستحيل وإلا يجي يجي يزور الورق اللي عمد أنا يعني ما هو في النهاية في الطرف أو عند النادي المنافس النادي المنافس أو يروح للجنة الحكام أو يروح للجنة المسابقات فبالتالي هنا تعدد النسخ من الاختار يخلي العبث عمليا صعب جدا اللي بيحصل ايه أحيانا وده بيحصل كتير على فكرة الحاكم هو اللي يغير الانذار بدل ما يكتب النادي الانذار لعمر السلية يكتبه الناديه لمجد أفشا أحيانا مش هقدر أظلم حاكم بيتلاعب لكن ممكن يبقى في الزحمة اختلط عليه الأمر أو فصر الخطأ بشكل غير اللي احنا شايفينه وقعة شهيرة جدا واحد خد انذار أول فلما خد الانذار التاني سجله باسم واحد تاني بعد ما ادهوله انه ده واحد تاني بالزبط ادهوله خد يتلعب الحاكم في الملعب ممكن لو ضميره سمح له هيعملها بدل ما يكتب سين هيكتب صواب قد يخطئ المخرج التلفزيوني المعلق احيانا بيتكتبه وبعد كده يرجع يعتذر ولك لا ده الانذار كان لفلان الفلان البعض يقول لي ما هي المواقع كتبت ما هي المواقع هتاخد من الشاشة برضو يعني مش هتاخد من الاختار المواقع الالكترونية والمواقع الاعلامية وكل الصفحات حتى جوجل كل اللي بينزل بينزل بناء على الصورة اللي شافها والمعلق قال مين او الصورة ظهرت انه فيه قدام منه اتنين لعيبة هو بيطلع على الكارت انت منتاش عارف هو كتب مين فبتظل العبرة من الناحية القانونية لو الاتحاد هيعمل ده العبرة بهذا المستند اللي هو الاختار اللي بيسلم لكل طرف من الطرفين بالاضافة للاجنة الحكام ولاجنة المسابقات والحاكم نفسه يبقى عنده دليل بشكل رسمي من خلال المعلقين الانزارات والطارد المين هو بيعلن بس هو هيخذ للحاكم اه يعني حد يبلغ يبلغ قوله للناس العشان ما يتقلش ان الحاكم غير وكتب حاجة تانية هو يبقى يبقى مراسل للقناة الناقلة يطلع على الاختار بعد المباراة يعني لازم لازم على الشاشة الناس تراوع بيتها عارفة كل الحقائق بس ازاي ما عرفش ده اتمنى بس تكون المسألة واضحت لانه اليومين اللي فاتوا كان فيها جدل كبير او في حتة ازاي احمد توفير انا كان قصدي كريم حافظ برضو كانت كانت كلمه انه هو خد انظار بدل ما عرفش يعني اريد حاجة زكيدة الله اعلم خدوا بالكو برضو اداريين الاندية بيبقوا مركزين او في الحتة دي لان دي بالنسبة له ممكن تضيع اي فريق لكن يحصل خطأ اوارد جدا الاداري الاداري المصحصح لازم يجي قبل كل مباراة يستعلم قبل المباراة مين عندي عن موقع حتى لو عارف اه يتأكد من معلومته ده كان امره مهم جدا لكشف حقيقة اللي حصل لانه زي ما قلتلكم بيتبني عليها انطبعات وعلى فكرة دي مسألة الى حد كبير ما بتبقاش اه سهلة لانه اول حاجة بتبني انطبعات سلبية جدا يا طال الامر فيها النادي الاهلي يقولك الادارة سكتة والحق واضح والناس جابت لكم حقكم وانتو سكتين فيما فيه تقاعس او تكاسل من الادارة والامر غير كده خالص ثم يمتد الامر الى التهام فيه زمة الناس ان الناس بتغير وبتلعب وازاي سكتين على ده وازاي ما جملينه فيخلق برضو وناخ سلبي مهمة الاعلام الحقيقة كشفها بوضوح خاصة انه مش علشان الامر ما يفيدش النادي الاهلي حنسكت عن الحقيقة لا ما هو الاهلي عايز حقه الحقيقة مش انك انت نروج نروج لشاعات يتبني عليهم طبعات سلبية تسيء لناس في زمامها وضمائرها لو هي مرتكبة هذا الخطأ تستاهل اللي جيلها تستاهل لا طبعا لكن لو ما ارتكبتش ده هل من العدل ان انت يعني تظلم حد ما ارتكبش شيء سوى انها ما لقاتش حد يوضح حقيقة الامر والليحة وان في الوسط فيه مطشاة تتلعبت في كاس الرابطة مرتبطة بيها ارتباط وثيق اتمنى تكون المسألة وضحت لكن اعتقد فوزي